هولي هبدأ بيك طبعا بموضوع في منتهى الأهمية فتوح فتوح موضوع الأهمية أنا عارف طبعا من منتهى الأهمية ماشي فتوح مصطفى الزناري محمد صبحي الاتنين دول بيع نهائي ولا ممكن بكرا نشوف انه الزمالك بيقول لا خلاص الناس اعتذرت ومكملين مع الفرد طيح التلاتة يا كريم هقول بس للناس حتى للعكوبات متفاوتة عشان برضو الناس فضلت تسأل في جزئية العكوبات متفاوتة ليه ان ده 25% ده 20% ده 15% لان في التحقيق اثبت ان الوقائع اتقررت من لعيبة قبل كده فنسبة الخصم اختلفت ما بين التلات لعيبة عشان حلوة جدا معلومة دي نادي الزمالك بيفكر ازاي في القصة دي نادي الزمالك شاري احمد فتوح حتى بعد الوقعة بدليل ودي مفاجأة بتتقال الزمالك بعد وقعة خروج التلات لعيبة من معسكر مباراة زد اجتمع بفتوح لتجديد تعقده يعني قبل اجتمع مجلس ادارة نادي الزمالك اللي طلع في العكوبات اللي هو كان يوم 5-11 يوم السبت 4-11 الزمالك اجتمع بأحمد فتوح لتجديد عقده بعد ما اش زد تمام حصل الجلسة جمعت ادارة نادي الزمالك بأحمد فتوح بوكيل احمد فتوح بالكابتن طرق السيد انا بقولك بالاسماء الجلسة دي استمرت من الساعة 9 ونص بالليل تقريبا للساعة 2 بالليل الزمالك حاول ان هو توصل الاتفاق مع احمد فتوح ما حصلش اتفاق تاني يوم كان اجتمع مجلس ادارة نادي الزمالك اللي تم الاعلان فيه ان الثلاث لعيبة معروضين للبيئة طيب نادي الزمالك لحد لا واحدة واحدة انا في المسؤال اعتراضي بس مردش اعطاك يعني لو فتوح كان وافق على تجديد عقده يوم السبت بعد مباراة زد اللي كان معسكرة فتوح خرج منها كان وافق على تجديد عقده كان بالليل ما كانش هيبه فيه قرار بعرضه للبيئة كان وارد اه كان وارد الشكل يتغير تمام يعني كان وارد الشكل يتغير طيب الموقف ايه نادي الزمالك مازال متمسك وشارع احمد فتوح لكن اللاعب شبه اغلق الموضوع بعض الوسطاء بيحاولوا يتكلموا مع فتوح بيحاولوا اقربوا يعني الزمالك اللي متمسك بيه فتوح لا اه اه سيدي بس مش من مجلس الادارة يعني من وسطاء في بعض الناس محبين النادي رجال اعمال يعني برضو ليهم علاقة جيدة بالادارة نايف كالواردين في مجلس الادارة قبل كده في النادي بيحاولوا اه بيحاولوا ان هم يحاولوا يقربوا وجهات النظر ما بين فتوح ما بين ادارة نادي زمالك لكن الموضوع هم متمسكين ان يتم توقيها العقوبات هم شايفين ان خلاص اللاعب موقوف شهر ومعروض للبيع في يناير ومكمل معنا ستة شهور والله عايزين نبيعه في يناير اوكي مش عايزين كده كده هو موجود معنا ستة شهور وافق ان هو خلال ستة شهور ده ولي جدت بشروطنا تمام اهلا وسهلا ما وافقش خلاص هو موجود معنا لنهاية عقده طيب موقفه شب موقف محمد صبحي شوية الزناري موقف مختلف الزناري زمالك عنده خلاص رغبا ان يبيع الزناري ممكن ده في يناير ممكن نهاية السيزون لكن مصطفى زناري ممكن يطلع من نادي زمالك او خلاص هو ممكن يرحل فتوح موقفه هو صبحي يعني صبحي تحدينا موقف مرتبط بفتوح ده هيبان بعد الاقاف بتاع الشهر لو جددوا الفتوح هيبدأوا يتكلموا مع محمد صبح بس في رأي بيقول انه لو الزمالك تلاجع عن عقابته دي هتبقى حاجة مش عظيمة ترأيك ايه بص اقول لك على حاجة او الزمالك مش هيتبح الاتنين مش هيتبح اللعيبة اللي هيبقى اخطأه اتوقفوا شهر واتغرموا خلاص الموضوع انتها انا الزمالك اللي قلت عرضهم للبيع مش حد تاني تمام انا ما عندش مشكلة انا ما قلتش ان الزمالك يتبح حل ما يتبحش او الزمالك نفسه او ادارة الزمالك هاي اللي خادت قرار بعرضهم للبيع تمام انا ما عندش مشكلة اللعيبة مجالهم شعرون ها هعمل ايه فاهم قصدي اللعيبة جم واصي التدخل وحل الموضوع معاهم واللعيبة قالوا خلاص احنا هنجدد فالموضوع هيختلف يعني خلال الفترة الجاية لكن حتى الان اللعيبة متضايقين كمان بعد الاجتماع الاخير والنزمالك طلع وخصم نسبة من العقود اللعيبة متضايقين اكتر لان ما كونش منتظرين النزمالك الموضوع اتفاكم اكتر منك هاي